اهلا بكم احنا بندر كل حتة في جسمنا ضرر كبير رقابتنا وظهرنا ضرر كبير جدا جدا تعالوا احكي لكم قصة مهمة جدا لتوماس هيرزوغ ده مدير اعمال النمسوية كيري كورنبيرج طبعا اسماء صعبة خالص كيري كورنبيرج دي لعبة قفز بالزانة ودي عندها 21 سنة تعرضت الافتطام قوي جدا أثناء اللعبة ده محترفين ده شغل المحترفين بصوا وهي بتقفز بالزانة استضمت استضامة كبيرة جدا مما تتسبب لها بكوادربليج أو شلل ربع في ثانية في ثانية تأثرت القدمين بالزات والإيدين على فكرة تأثرت لكيرة وبدأت الآن يعني بتحاول إنها تعود مرة أخرى بيقولوا إنه الأساليب الجديدة في العلاج هي طبعا دي إصابتها أثناء مكايب بتتمرن في مدينة إنسبورغ دي بيقولوا إن الأساليب الجديدة في العلاج ممكن تفيدها إلى حد ما لكن تهور مش تهور بقى يعني إصابة المحترفين غير إصابة الناس العادية يعني إصابة الناس العادية يعني مثلا دي محترفة بالوقت بدأت يعني ما تيقاسش وتعود مرة أخرى لكننا ساعد بنعمل حاجات تضرنا جدا وبحاجات كتيرة يعني دلوقات طلعها موضة قوي الكرة كبيرة دي اللي بيلعبوا بيها في البيوت الكرة كبيرة كده مطاطية بيلعبوا فيها ببيوت الحاجات دي خطيرة جدا الكرة دي تبدو آمنة لكن هي في منطقة الخطورة دي ناس بتلعب الكرة دي بص شفت بص الخبطات خبطات جبارة بص بص دي طبعا هنا ناس بتهزر مع ناس اللي بيهزروا خبطاتها في منطقة الخطورة والل הא�بي فيها بص ده راح في ال ودول طبعا لأربعة كل وقت راح في أحية الواقعة دي ممكن تكسر رأبة ممكن تكسر رأبة دي ممكن تكسر رأبة الحركة المفاجئة تكسر رأبة أبصد ده في منتغل قدورة ده خلاص ده ظهر بتاع كل سنة ومتغل ده ظهر ورقبة وكل حاجة وده برضو رقر ده طبعا الناس اللي بتتخور هتتعور وساعات يكون الثمن غالي لكن العلم الحديث بيوفر إلى حد ما فرص لأولئك الذين يصابون إصابات كبيرة البي أربي هذا العالم المثير مع ضيفي العزيز الحقيقة اليوم لقاء مهم جدا مع قمة علمية كبيرة وإسم كبير أنا بعتقد أن هذه واحدة من اللقاءات القرن الواحد وعشرين يعني إيه اللقاءات القرن الواحد وعشرين؟ يعني العلم الحديث جدا في عالم العناية بالعمود الفقري وبالعضلات ضيف العزيز الاسم الكبير الأساس دكتور أيمان عينب في قوانين في الجسم ما نقدرش نبدلها ولا نضايق ألم فضائري ده نزلق غضروفي نزلق غضروفي يعني أعمل اللي هو مش محترف يتجنب المخاطرة العالية لأنها هدفع تمانع ذاتي 15 سنة بأخد علاج مش بتاعي دمروني بجد إزاي إحنا نكسر القانون ده ونوصلك لمرحلة البناء والتصليح البي أر بي عز العالم المثير لا فيه أولويات وأنا ما بفكر العين بفكره في الأولويات دي أني بشهر هخفه هرجع لطبيعة شو عمري ما كنت أتخيل كده الأستاذ الدكتور أيمن عينب أستاذ جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري بكلية تب جامعة القاهرة حاصل على دبلومة علاج الألم بتنظيم فيسيولوجية الجسم ميلانو إيطاليا زميلة جماعية العالمية لجراحات مناظر العمود الفقري فرنسا ضيف العزيز الاسم الكبير أهلا بيك دكتور أهلا بيك دكتور وحشني والله الحقيقة النهاردة عنواننا البي أر بي يصلح ما لا يمكن إصلاحه صح كده؟ صح وأنا دايما أنا بقى بقول الاسم الثاني للحلقة النهاردة حلقة القرن الواحد وعشرين العلاج للقرن القادر القرن الحالي والمستقبل لكن عايزة أبدأ الأول إراك في اللي احنا شوفنا دلوية أه طبعا الإنسان بنيته ضعيفة زي ما عارك كنت قلت قبل كده في حلقات قبل كده احنا ما عندناش حاجة تحمينا من بره احنا شوية لحم عضلات سهل تكسر مفاصل كتيرة أو بتتحرك سهل تتمزق فأي إصابة بتنتج عنها كارثة المحترفين وغيرهم يعني برضو من أسوأ ريضات اللي زي أحلى أعلى التلج الاسكينج ده ده ليه مشاكل وكسر عمود فقري هقول الأسف اللي بتكسر أو بيبوز في العمود الفقري أو في الجهاز العصبي ما بيرجعش تاني لغد دلوقتي اللي ممكن قدام الدنيا تختلف إنما كل واحد يتجنب المشاكل هم محترفين فده وظيفته الرئيسية فقدامها عواقب وساعة بتحصل وساعة في نسبة مخاطرة عالية فمش كل الناس كده نما اللي هو مش محترف يتجنب المخاطرة العالية لأنها تفعت منها غالية اللي بلعبه بالبتاعات الكور الكبيرة دي الساعة التهور يعني بيخليك تقعد تطع عمرك تتعالج بمشكلة أنت كنت تفغين عنها بسبب رياضة بسبب يزار مع واحد أنا جالي مرة عيان بيقول لي أنا سواء تاكسي بهدلني ضرب فرمالة فجأة ومنخبطش في حاجة بس طلعوا قدام فجأة رقبت وتمزقت وعايش بقاله سنة بيتعالج بينهم بس عشان فرمالة تاكسي يعني فأنت عندك مشكلة أن سهلة تتصاب فخلي بالك ده هيجوريني للسؤال الأول الالتهاب كلمة رخمة وصعبة بس أنا أول مرة النهاردة وإحنا بنجهز للحلقة أعرف أن فيه أنواع التهابية وأنواع ألم في العضلات والفقرات والمفاصل فيه أنواع للتهاب والألم؟ ما هو الألم بتصاحب الالتهابات دائما إنما إحنا فيه عندنا نوعين من الالتهاب فيه التهاب ممكن يشفيك وفيه التهاب ممكن يموتك يعني أنت دلوقتي عندك العربية لما بتيجي تدورها لو البطارية كويسة مرة واحدة بتدور المطور بيشتغل بتمشي صح؟ لو البطارية ما بتديش الفولت المناسب بتعطي تدور كذا مرة لما تستهلك طاقة البطارية الالتهاب المزمن ده التهاب بيدي مقدار معين من الالتهاب الجسم مش قادر يصلح معاه المشكلة فبيقعد يستنفز طاقة الجسم لفترة طويلة فبيدخل العيان في مشاكل تانية فده التهاب ممكن يموتك الالتهاب الحد ده التهاب بيوصلك لمستوى التصليح المناسب اللي بتخفي معاك فعشان كده المرضى المزمنين بيقولك انا بقى لي عشر سنين بلف عدة كترة وما قصرتش هم عحق بس هو الجسم ما تصلحش ما تصلحش ليه؟ عشان ما وصلش للمستوى المعين ان نبدأ مع التصليح طبعا حضركة عارف الأكشن بوتنشل وقول الورنان لو في قوانين في الجسم احنا ملزمين بها ما نقدرش نبدلها ولا نغيرها القوانين دي اذا وصل التهاب لمستوى الحد تبدأ الخلاية تخش تبدأ عملية البناء تحصل لو ما حصلتش هتعيش بيه طول عمرك ودي حقيقة سبتة الخشونة وقلام العضلات اذا طولت عن كذا شهر ثلاثة لستة شهور يبقى انت معرض تعيش بيها طول عمرك ازاي احنا نقصر القانون ده ونحاول نمشي عكس الطبيعة ونوصلك لمرحلة البناء والتصليح بحقن الصفاحة الدموية والبلازمة اللي هي اسمها البي اربي هنتكلم عنها بالتفصيل هل بقى هل الحكاية دي يعني بتجيب نتائج ولا لأ هل في ناس كتير بستعملها ولا لأ احنا عندنا قانون كوني ان الحاجة المفيدة بتفضل والحاجة اللي مش مفيدة بتختفي صح يعني انت اكيد سمعت عن كذا صحيحة في الطب طلعت واختفت او كملت وكبرت وانتشرت لان يعني فيه اية هنبدأ بيها بس فاما الزبد فيذهب جفاءا واما ما ينفع الناس فيمكس في الارض فدي قانون كوني موجود في خلال السنتين اللي فاتوا انا سبحان الله لقيت كمية ناس بتشتغل بالبي اربي دا كاترة وجامعات دخلته ومستشفات تبع مراكز كبيرة من هالجيش دخلته وبدأت تحقن به وبدأت النتاج تبقى هائلة بيجي لي ناس من الاقاليم والمحافظات في مصر مختلفة بيقولوا احنا حقلنا وتحسلنا او كذا دكتور بدأ يحقن الانتشار زاد ده دليل على النجاح الحمد لله وإحنا عندنا كمية عينين كتير جدا محتاجين تصليح مش تسكين الأثار الجانبية المسكنات عنيفة ما عندناش بدائل للأسف فهو إصلاح ما لا يمكن إصلاحه بدونه دي حقيقة ما فيش تغيير في ميجا ستار وناس رأس ملهم في جسمهم اتعالجوا بالبي اربي جارس بيل ندال النجوم الرياضيين يعني جارس بيل ده نموذج ليه إلي علاج بالبي اربي فيه إصاباته كان ممكن تطول فترات طويلة جدا طبعا وإصارها بالبي اربي صحيح زي محارج بتقول برضو الإصابة في أولها الجسم بيبقى لسه مستعد إنه تصلح الإصابة بعد فترة طويلة بتبقى مزمنة بتتكون كذا بقرة ألم ما بتبقاش واحدة بس ودي برضو فكرة العيان بالعملية اللي عنده غضروف اللي بقاله خمس سنين عنده غضروف زي اللي بقاله ستة شهور لأ طبعا اللي بقاله ستة شهور ده حيشيله غضروف حيخف اللي بقاله خمس سنين ده حيشيله غضروف حيخف 30% مين أشهر أماكن الألم؟ أشهر أماكن الألم هي أماكن المفصلات هي مناطق الحركة إيه أشهر مناطق الحركة عندنا الرقبة زي دي كده ده مفصل فك طبعا من العشمال وده من أسوأ مناطق الصداع عند المرضى ومفتكر دايما أنه عنده العصب الخامس ويطلع مفصل الفك الرقبة مشكلتها كمان أنها بتعمل دوخة وبتعمل إحساس الترجيع والصداع المستمر دي منطقة مفصلة أنت دايما قاعد على الموبايل برقابتك قاعد موطي وانت بتكتب على المكتب فدي منطقة مهمة جدا في الحركة نص الظهر وآخر الظهر لأن دي الثلاث مناطق اللي فيهم حركة طبعا الرقبة وآخر الظهر هما نمرة واحد لأن نص الظهر ده فيه فقرات صدرية فإلى حد ما محجمها الحركة شوية فما بتتصابش كتير قوي إنما آخر الظهر دي هي اللي بتنقل وزنك على رجلك فدي دايما مفاصل الحوض اللي بتلقبط مع الدسك وآلام أسفل الظهر اللي اللي عم بيقوم من نوم ظهره مش عارف تحرك منه وساعات ممكن يقعد يومين ثلاثة في السرير مش عارف تحرك بسبب نبات القلم اللي بتروحه وبتيجي مع الشتاء مع تغيير المواسم مع الشغل التقيل فكل دي أماكن كتيرة جدا طبعا الكتف كل ما بتشيل حاجة بيدك تقيلة كتفك بيتمزق عضلات كتفك من وراء تفتكرها إنها الفقرات دي برضو من أشهر الأماكن بزاد في السيدات مناطق التندو أكيليس اللي هي بيسموها العرقوب وطر الرجل فدي وطر العضلة ما سيناه كعب عالي كعب عالي بالزبط وممكن كعب ديام المشاكل جامده مفصل الصبع الإصام اللي هو الإبهام ده من أكتر أماكن الألم وطبعا عضلة السمانة اللي هي هي طبعا اللي بيتمشيك فدي عليها لود عالي جدا فدي من أشهر أماكن الألم طيب هنا في سؤال مهم جدا هو سؤال واعتقاد في نفس الوقت المريض العربي والعالمي طالما الألم طول عنده وزاد لفترات طويلة بقاله سنين يعني هو نفسه بيبقى معتقد وبيجي لك بالجملة دي أنا بقالي سنين متألم ومتعايش مع الألم ده وبقى جزء من حياتي وعندي إحساس جوه إنه هو عمره ما يروح هل الكلام ده علميا صح ولا أم لسه عندي مريضة ستة جميلة سيدة فاضلة فوق الستين بيجي لها ألم في ظهرها جامد جدا بقعد عشر أيام في البيت مبحركش قالتلي أنا ما عنديش للأسف رفايات العجز أنا ما قدرش يقعد في السرير عندي واجبات كتير بقوم بيها وأنا كنت معتقد أنه حيجي ليوم في الأيام أنه ظهر عيخف إزاي أنا مش عارف؟ ستة دي الحمد لله خفت خفت تماما تشوفيات 100% وكل ما شوفها بتقعد تدعيلي ستة جميلة جدا هيتعتمد على إرادة المريض المريض اللي عنده إرادة بيدور على حل وحيوصل له ويمكن إحنا لو تكلمنا على أنواع المرضى فالمريض طبعا عنده طاقة سلبية كتير وده دايما ماشي محبط وعنده دايما تراكمات نفسية فدايما بيقول أنه عمري محبطه عايش كده وفي مريض دايما عنده طاقة إفجابية بدور على علاج مختلف ودايما حيلاقي حل وبيتعاون ده مريض هايل أنا هقف عند حتة مهمة جدا والحقق أنت ديك يعني زي ما بيقوله الفضل الكبير في توضيح هذا الأمر بالنسبة للمجتمع الطبي لأنه الحكاية دي كانت عاملة مشكلة كبيرة الأشعة الإنسان بيروح أعمل الأشعة تبقى للأشعة أنت محتاج واو عملية أنت كارثة أنت زي ماشى على رجليك الأشعة بتوريك أنا بشوف ناس صحابي كده جيبين الأشعات تيجي تشوف الأشعة مخيفة والرجل ماشي وبالعب فهنا نقف شوية قدام الحكاية دي هل نحن في المجتمع الطبي نعالج أشعة أم نعالج أعراضه كيف نميز بالتنين الحالة دي قضية مهمة إحنا طبعا إحنا بيعالج مريض بالأعراض أنا يعني ساعات بيجي لي عيانين كتير وبنقعد أول حاجة بقول له شاكويتك إيه أشوف الأشعات أبدأ أتخض وأقول له غالبا دي عملية أكشف عليه أقول له الإنسان اللي أنا قلته خالص مالكش عملية واحد يقول لك عملية تسيبه وتمشي على طول ليه بقى؟ لأن إحنا الأشعة إنها ديسك أو غضروف أو مش غضروف الغضروف ده مش مؤذم السرطان يعني يعني أخره بيبقى جنب العصب لو العصب مدائق منه حيعمل أعراض لو مش مدائق حيسيبه زي ما هو كان لسه عندي مريضة من يومين نفس الموضوع شفت أشعات عندها زعزعة فقرات من ظلاء غضروفي بسألها شاكوتها إيه؟ بتقول لي ألم في الظهر الصبح بتمشي حضرتك بمشي ثلاث ساعات حضرتك مالكش عملية وعمرك محتعمل عملية وهي فوق الستين سنة ألمها حتا التاني وفي واحد بيبقى عنده الاثنين فأنت بتوزنها هو حيخف بالعملية كم في المية؟ لو حيخف بالنسبة كبيرة سبعين ثمانين هنعمله لو حيخف عشرين ثلاثين مش هنعمله طب ما نعالج السبعين ثمانين الأول بعدين نسيب له العشرين ثلاثين نعيش بيهم فطبعا الأشعات هي مشكلة إن زي محرك بتقول التطور دلوقتي يخلى المريض دايما عايز يشوف كل الدليل الديني دليل وده مريض الدليل بيخش من الأول أنا عندي إيه؟ قولي الدليل وحخف إزاي؟ أو حخف ولا لأ؟ وقولي فحوصات أعمل عارف إنه حخف ولا لأ؟ وإذا خفيت اديني دليل إنه أنا خفيت ده مريض الدليل يعني ماشي بالدليل على طول عندي قضية تانية مهمة أولا قضية خطيرة يعني وبرضو تريد الفضل في إنك أسر تحق كان يعتقد ومازال يعتقد فيه أوسات كثيرة جدا إنه أي ألم في الظاهر ده أنزل أخو ضروفي خلاص ألم في الظاهر ده أنزل أخو ضروفي وأنزل أخو ضروفي يعني عملية هو ثلاث حاجات وربعة يعني هو إيه؟ أي ألم في الظاهر ده أنزل أخو ضروفي وأي أنزل أخو ضروفي إذا عملية؟ هذا معتقد ريب جدا صحيح حسب معك سؤال على لسان يعني مخرجنا الجميل أستاذ هني عفيفي يعني هيسألك سؤال مهمة تعالي نشوف بسبب نمط حياتنا في السنوات الأخيرة أننا بنقعد فترة طويلة على التابلة لويين رقابتنا أو على اللابتوب حنيين ظهرنا بالكامل والعادات الغلط في المذاكرة على السرير وشيل شنطة المدرسة التقيلة وإحنا صغيرين ومع قلة الرياضة وعدم الاعتماد على المشي انتشرت أوجاع الظاهر بشكل غير مسبوك وانتشر معاها مفهوم الإنزلاق الغضروفي المريض بيحس بألام متوسطة أو شديدة بتنتشر في أسفل الظهر وفي الساق وفي القدم وبيحس بالخضر والتنميل وضعف العضلات وصعوبة في القيام بالحركة زي الوقوف أو المشي العراض دي كلها ممكن تكون شائعة وبسبب الإرهاق النفسي أو البدني اللي بتفرضه علينا حياة المدنية إزاي بقى نعرف إن ده إنزلاق غضروفي ولازم نتوجه للدكتور فوراً وإيه هو علاج الإنزلاق الغضروفي لإنه في ناس كتير بتفتي وده ممكن يخلي الحالة أسوأ صح معاك حق هذا السؤال مهما طيب نبدأ الأول الغضروف بيعمل ألام في الساق وليس في الظهر فأي ألام في الظهر ده مش غضروف اتفقنا؟ دخشونا ممكن يبقى معاك شونا إنما ألام الظهر بس دخشونا حتى لو فيه غضروف في العشاعة على فكرة ملاكش عملية اللي بعده ألام الساق ألام الساق اللي هي ألام عرق الناس لازم أما نرفع رجله ما قدرش رفعه حق 24-30 درجة لازم يمشي يقعد في الطريق من الماشي بعد خمس لعشر دقايق لأ معاك تنميل ويكونه غضروف في الأشاعة مقنعة لا يعني لازم كذا حاجة مع بعض ساعات ناس بتجيلي أشعاتها نورمل وتبص على رجلو تلاقيه برضو نفس الأعراض مش عارف يمشي رجلو بتوجعه دي عضلات بقى فهو لازم يبقوا متركبين مع بعض طبعا المريض مش حقدر يوصل الوحدة للتشخيص بس أي حد هيقولك عملية لازم تاخد رأي 2-3 كمان ما ينفعش تخش على طول على العمليات إلحق نفسك البول حيسبقك العين طبعا بيسمع البول حيسبقك ده بينار لا هو ما فيش غضروف بيعمل كده إلا واحد في المية من الحالات لما يكون جاي أصلا على الكرسي بعجل فما فيش القصة دي معظم الناس بتخف يعني أنا عندي ناس في الاستشارة خلاص بيكون اختفى الغضروف أو هو تحسن والراجل بقى كويس وبقول له خلاص قفلنا قصة العملية فيعني معظم الناس بتخف الغضروف ده مش مرعب واللي حيبقى عنده بس الأعراض دي لوحدها اللي هي ألم عرق الناس لو وصلنا العملية حيخفوا بسرعة ودي برضو المرضى اللي بنختارها يعني لو عملت عشر عينين مثلا عمليات حلاقي ثلاثة منهم خفوا كويس جدا وما سمعتش أخبارهم تاني وفكروا غرص في البيت حتى وحلاقي السبعة التانين خمسة منهم حيجوا قلولي ظهرنا واجعنا لسه ما خفناش قوي أعليجهم بقى سواء بالPRP أو بيعلاك تاني يتحسنوا برضو ويوصلوا له كويس حيتبقى اتنين بقى قاعدين كده دايما ما بيتحسنوش فالعملية نتائجها من زي الناس فاكرة إن أنا حخرج سليم أخرج أرجع لشغلي بسرعة لا في حالات وحالات اختيار المريض ده مهم جدا الإفراط على طول عمليات معظم النتائج بتبقى وحشة تبتبوز حياته مدى الحياة يعني واحد انت دخلته في ألام زيادة وفضل طول عمره وتعالج بيها ما كانش محتاجها أو دخلته في تشخيص غلط وسبت التشخيص الرئيسي زي اللي عندهم تلايف عضلي بيجي لي ناس كتير قوي عندها تلايف عضلي عامل عملية فيبروميالجي آه وغضروف صغير جدا وعمل عملية برضو مشكلة برضو للأسف في أطباء الأشعة بيكتب انزلات غضروف فيه تلاتة واربعة اربعة خمسة خمسة أولا وكلهم نتوءات لا تزيد عن واحد ملي ما يسماش غضروف تشوف بقى الأشعة اللي مثلا تقرير جاي من بره حد عايش في أمريكا ولا حاجة اكتب لك جنبها مالوش أي دليل دلالة كلينيكية يعني باللغة البسيطة بتاعتنا مش مهم مش مهم حاجة لا تذكر هو ماقدرش ينكره حاجة لا تذكر وماقدرش يخضك بيه إنما هو يقولك فيه غضروف إنما مش مهم بس يعني فلازم العين يبقى عارف ايه المهم وإيه اللي مش مهم طبعا احنا يعني فقدنا الأولويات يعني غضروف صغير زي غضروف كبير مابتعرفش تمشي زي بتعرف تمشي لأ فيه أولويات وأنا ما بفكر العين بفكره في الأولويات دي إيه اللي حيفيدك أنا حطلعك مع عملية كويس ولا مالوش لازمة قدر أجنبك قد إيه عملية كم في المية بطرق مختلفة آمنة الـ PRB يمكن أحسنهم أو هو الوحيد تقريبا يعني الحمد لله أنا معالج ناس كتيرة جدا هنشوف أشعاتها يمكن منهم كانوا يعني لعبة كورة وناس كتيرة رجعوا يشتغلوا تاني ويلعبوا وبعد العملية ما كانش عارف يلعب على فكرة وده كان عنده غضروف ومحتاج الجراح وناس تانية كانت بتمشي خطوطين بتقعد في الطريق الحمد لله تحسنت مع أن أنا جراح يعني أنا أفضل دايما الجراحة أسهل لي بدأ لما أخذ مشوار كذا شهر مع المريض في العلاج إنما أنا بفضل مصلحة المريض دايما نمبر وان إذا كان يحتاج إلى زكا طبعا في حالات هتحتاج جراحة بلا شك لازم نعملها ذراحة وده العين اللي بيزعل بقى إن هو بيجي مش عايز يعمل عملية وبيفاجأ إنه ملوش مخرج إلا العملية لأنه دخل بقى في سقوط مش للرجل دخل في ضعف العضلات منظر الأشعة دي عنيف جدا بقى له فترة رجله بدأت تخس طب وخلاص بقى يعني إحنا نلحق ما يمكن إنقاذه يعني البي أربي البي أربي هل البي أربي ترى إنه وصل للثقافة المصرية كما ينبغي الآن كما هو في الثقافة المصرية أه أحسن بكتير من ما بدأنا أحسن بكتير الحمد لله أحكي لي بقى أنا عايز أسمع قصص مرضى يعني وإعنا من يمشي كده بتاع أنت شوقتني بتاع ليه لعيبة كور آه أوه ده ده مهم أو يعني لعيبة كورة يعني إنت ببترجعش واحد يمشي أو راح واحد ده يرتح ده 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 أنا بالعلاج الحمد لله تحسن دخلنا في الـ PRP تحسن أكتر آه أنا بقوله أنت بالنسبة لبنائدم طبيعي عمره ما حيش تكي إنما أنت يعني بيزود نفسه جدا في الحمل ده 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 أشعة يتلعي بكل لا ده ده أشعة آه تانية مريضة كان عنده ده يعني شايف الفقرات العنقية على اليمين دي كلها ملاخلاخة دي كلها زوايا عظمية عدم ثبات آه ألم في الرأبة جامد إلا على الشمال نفس القصة ومعه غضروف عالي قوي واحد واثنين اللي سام الأخضر ده ده نزلاء غضروفي جنب الحبل الشوكي واحد اثنين قطني ده حبل الشوكي المريض ده كان طبعا مرشح للجراحة ده عنده 52 سنة من أسيط وعنده كان مشكلته المشي ما بعرفش يمشي خمس ده يوضع في الطريق برضو هو خايف من الجراحة بدأنا بالحق الحمد لله هي جلسة واحدة خافة 70% لمشي كويس جدا كلام ده من سنة ومن ساعتها لغد الوقت زال فل ده حالة نمرة اثنين ده سيدة من الفايوم عندها 62 سنة عندها ألام كانت بسبب دي قناعة العصبية لو حضرك هتبص على اليمين هتلاقي العلامة الخضرة دي قناعة عصبية دايقة العلامة الزارقة قناعة عصبية واسعة بين الفرق بتهال آه طبعا بالضبط ده نتيجة الخشونة وزواد العظمين من المفاصل فدي كانت عندها ألام عرق النسف في الساق اليوم تحسنت برضو الحمد لله تسعين في المائة تسعين في المائة وسبعين وكده دي أرقام من بوق العيان هاي بقول له ادي نفسك رقم يقول لي فالحمد لله جلسة واحدة برضو تحسنت مكملناش ده غضروف قطني اللي برضو العلامة الخضرة دي خارج ده أربعة خمسة وجاية على هتلاقي حتة على العصب الشمال شايف العصب البيض اليمين اللي هي عليه النوقات الحمرة ده مخرج العصب فحتة غضروف السودة دي جاي يقفل عليه ده عنده عرق النسا ألم شديد جدا ألم شديد جدا ده مريض برضو عنده خمسة وخمسين سنة ومشكلته إنه عنده ألم عرق النسا في الناحة اللي مينة وكان مرشح لجراحة والحمد لله تحسن بعد حوالي الثلاث لأربعة جلسات يعني وصلنا النتائج سبعين تمانين في المائة الحقن الموضعي هنا يعني فيه أماكن بقى عضلات بتحتاج لحقن بمباشر فيها صح صحيح أه وخصوصا إنه فيه ناس دلوقتي بقيت عندها الشكلة العضلية كبيرة قوي وصلنا وصلنا بيتمرونه في الجام استاتي البيوت البنات عادتهم للغلط تلاقي حتة فرع بيت بلك دي بيت موت أه صحيح وبعدين طبعا تعرفين ناس بين دلوقتي عاملين بقيت ولكن اللازق عارف اللازق عارفها ملونة دي ملونة دي والناس مبسوطة بي يعني الناس ملونة تعطي الرياضة آآ آآ يعني هما بيشوفوا على فاكرة اللازق دي أنا معرفش إيه دورها إيه يعني أنا معتقدش هو هو زي ما قلت حرطت مخدر لا مفيش حاجة طولت حتخف لوحدها يعني عشان بس نبقى واضحين واللازق دي مش تفرق مع أخي أول حاج خلص هو بتقلل الألم زي وزي أي حاجة في الدنيا إنها ما بتعليكش المنبع نفسه إحنا اتفقنا الجسم الحالات المزمنة الألم المزمنة بيركنها في الأرشيف ما تطلعش من الأرشيف تاني هتقعد طول عمرك في الأرشيف مش هيتطلعها تاني إلا تتهاب الحد اللي بيحصل نتيجة المواد التحفيزية اللي بيقول صفاحة دموية تبدأ تنبه الجسم إن الإصابة لسه حصلة يبدأ اشتغل عليها صلاحة رجحها زي الأول إذا المطور دار ما بيتفشها لما بيخلص بطريقة بسيطة مبساطة يعني بدون ما نخش في تفاصيلة الضيئة فالفرق بين ده حاجة اسمها regenerative medicine اللي هو الطب التجديدي سواء الPRP هو على رأسهم أو حاجات تانية كان برولو سيرابي البايوبانكتر فيها حاجات تانية كلها بتدور برضو المطور بس ده أحسنهم أحسنهم ليه ناتشرال من دم العيان من نفس الخلاي بتاعته كل واحد على فكرة بياخد سرعته برضو فالسن الكبير بتأخر درجة الخشونة العنيفة نتائجها مش حلوة السن الصغير أحسن الرياضي أحسن اللي عايش في جوه صحي أحسن يعني تقول لي مثلا أحسن شعوب بتعلجها أو نتائج في الشعوب يمكن الدول اللي حوالينا أهل اليمن وليبيا والسعودية عندهم جو حلو ما عندهمش تلوث طبعتهم البدوية والصحرة دي خليج اسموهم سليم أكلهم متوازن فعنده جازل منع سليم بشتغل بصورة حلوة اللي عايش في منطقة تلوث عنيفة شامم أكل وشامم ريحة مش كويسة شامم جو ملوث بيأكل أكل كيماوي فيه كيماوي كل ده بيأفل حاجة اسمها خلاك جزائي اللي هي مسؤولة عن التصليح انت لوطيني وأسعديني وكان حوارا ممتعا كالعادة ضيف العزيزة لكم العلماء الكبير الأستاذ دكتور أيمان عينب كان ضيفي في الدكتور البي أر بي كيف يعمل؟ هذا ما سنترككم معه ونذهب إلى يعني نكمل الشاي بتاعنا مش كدر وليه؟ خلي بالكم منظهركم واوع من البتاع الكبيرة الكورة الكبيرة اللي اوع منها خطر جدا 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 خليوه دايما بعض تقول اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة